السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب العزية وطلاب الصف الاول الاعدادي اهلا بالسادة اولياء الامور اللي بيذكروا يتعبوا مع اولادهم اهلا بيوك يا شباب اهلا بيوكوا جميعا النهاردة بنحقل محافظة من المحافظات مدرسة من المدارس من الكتاب الخارجي الملحة الخاص بجيم اللي هو ملحة الامتحانات والمراجعة صفحة رقم 56 محافظة الجيزة ادارة منشية الاناطر صفحة رقم 56 خليكم معنا في نص الاستماع اولا نص الاستماع بيقول ايه هارا النص تاني نتشر عن الطبيعة I like being in the garden بحب كوني في الجاردن حديقها and watching trees and animals وبحب برضو اشاهد trees and animals الحيوانات والاشغور I also like looking at the stars وبحب برضو انظر للنجوم طبعا الميستر اللي هيجي يقولك على نص الاستماع مش هيترجم الكلام ده خالص لانا بس اللي بترجم عشان ايه اساعدك طب اول سؤال I love not I love ايه هتبقى part ولا break ولا nature ولا فون طبعا nature اللي هي الطبيعة رقم اثنين I like not trees and animals I like looking ولا watching ولا walking ولا being هتبقى اللي جابة watching بحب مشاهدة طيب ثلاثة I know at being in the garden I hate يعني اكره ولا like ولا dislike ولا don't like طبعا تبقى like انا احب رقم اربعة I like looking at زا نوات بحب النظر لايه اه sky الله هتقولي يا مستر بس sky مش موجودة اقولك ما انت عندك stars النجوم النجوم دي موجودة فين in the sky في السماء يبقى هي sky بعد كده السؤال التاني اه الديالوج المحادسة اللي عندنا خلي بالك منها اه هنا ما بين خالد وباسل طب خالد بيقول did you do طبعا ده سعود كده في الماضي عشان في did did you do your english homework هل انت عملت واجبك الانجليزي yes I نقط طبعا عندي سهلة جدا وان اللي اقوله did ينزل اخره did يبقى yes I did ماشي بعد كده نقط did you do it انا عايز اداة استفهام او كلمة استفهام زي اودت وين وير هاو الحاجات دي طب اشوف اللي جابه الاول I did eat last night انا اه عملته وقديته عملتي الوجب بتاني دوت last night الليلة الماضية يبقى دوت المعاد او الوقت اللي عمل فيه يبقى متى متى يعني ايه وين w h e n طبعا في ناس بتطلقبطنا بين وين و وير وين ديت اللي قدامك معناها متى انما وير يعني اين w h e r e where معناها اين الخاصة بالمكان خلي بالكو يا شباب ما تطلقبطوش ما بين وين و وير طيب بعد كده do you like نقط هل تحب كذا كذا يبقى الكذا ديت هنعرف من الاجابة sure i like drawing بالتأكيد انا بحب الرسم هتبقى كلمة drawing دي هتطلع فوق يبقى do you like drawing d-r-a-w-i-n-g do you like drawing وتنفع برضو حاجة كمان يا شباب do you like art هل بتحب الرسم ما هي art برضو الرسم والفن يبقى ممكن drawing او art a-r-t طيب بعد كده نقط do you like drawing انا عايز برضو قداتي استفهام هنا في رقم اربع قال له i like drawing the nature انا بحب رسم الطبيعة حيب رسم الطبيعة يبقى هنا يقول له ايه اللي انت تحب ترسمه ماذا انت تحب ان ترسم يبقى ماذا اسمها ايه what w-h-a-t what do you like drawing اه قال له i like drawing the nature الطبيعة what about you وماذا عنك تبو انت قال له for me يعني بالنسبالي for me معنىها بالنسبالي i like reading a lot بحب الاراية قوي قال له so لذلك you go to the نقط at break انت بازهب فين بقى في الفوزها بازهب فين للمكتبة طبعا يبقى the library يبقى library معناها مكتبة ماشي نيجي بعد كده لصفحة رقم 57 وسؤال القطعة بيقول لي ايه it was a rainy day يوم ممتر in january في شهر يناير الله خلي بالك من الاوقات والموعيد مهمة جدا عشان اسألك عليها it was a rainy day كان يوم ممتر in january في شهر يناير الله طبعا كده انت عرفت الفاصل ده فاصل الصف ولا شتا شتا طيب the farmers were in their fields الفلاحين كانوا في الحقول بتاعتهم طيب a boy ran towards them فيه ولا قاعد يجري باتجاه الفلاحين shouting for help يعني عمل ايه زعا عايز مساعدة he told them that the river was coming up قال لهم ان النهر coming up يعني فاض بالمية بتاعتهم and they were in danger وهم كانوا في danger يعني خطر يبقى danger معناها خطر طيب they didn't believe him هما لم يصدقوه because he was just a little boy لأنه كان ولد صغير an hour later later يعني بعدها بعدها بساعة the high water in the river came over the land المية العالية بتاعت النهر جات وغطت على الأرض غطت الأرض يبقى الولد كان صادق the farmers now knew that the boys' words were true هما دلوقتي ساعتها بقى ايه صدقوا ان كان الكلام بتاعت الولد كان كلام صح true they tried to save their fields حاولوا انه هما ينقذوا save معناها هنا ينقذ ينقذوا حقولهم and houses ومنزلهم they were sad كانوا حزانة because خلي بالك من جمل because because لأن they lost فقدوا both their crops and houses يعني فقدوا ما حصلهم وفقدوا houses بيوتهم يبقى كلمة corrupts معناها محاصيل محاصيل طيب in the afternoon بعد الظهر some engineers بعض المهندسين came with a number of machines جموا معهم مجموعة من الالات and dug a canal وحفروا قناة او ترعة from the river من النهر some machines were also used to pump the water out of the fields بعض الآلات كانت بعضا تستخدم لضخ المية من الحقول يعني تشفط المية من ايه من الحقول طيب رقم واحد why was the boy shouting why لماذا خلي بالك أدوات الاستفهام why لماذا لماذا كان الولد shouting يعني بيصرخ ويصيح طبعا الاجابة فوق for help من اجل المساعدة كان محتاج مساعدة كان محتاج النجدة ابادية number one كنا ممكن ناخد من اول a boy a boy rant word them shouting for help ممكن for help باختصار ما فيش مشكلة رقم اتنين which season اي فصل من الفصول واحنا او ده اللي هنتوقعنا يا شباب which season was it يعني ده كان فصل ايه طبعا انت عندك ريني ممطر وعندك جينوري شهر يناير ما اعرفوا ان شهر يناير ده شهر شتوي يبقى winter w-i-n-t-e-r طبعا رقم ثلاثة why did the engineers come لماذا جاء الانجينيرز المهندسين اطلع فوقوا بقى كده ودور لي على المهندسين وعرفهم اجوم ليه اهو وحفروا وحفروا اه كانال فروم زا ريفر يبقى هما جوم ليه ماشي يبقى عشان يحفروا ترى من القناة ماشي اه ويشفطوا اه المية من الحقول طبعا هما جوم اصلا ليه عشان ينقذوا ينقذوا الفلاحين ويساعدوهم يبقى ممكن بقى اللخص نقول من خلال السطور اللي اهنا قريناها علشان او لكي يساعدوا الفلاحين وينقذوهم من خش بقى في حوارات اللي هي يحفروا ما يحفروش الكلام ده طيب رقم اربعة الضمير زي اللي تحت الخط ده يشير الى مين ارى القطع كده واركز على الجملة اللي قبل زي طيب وقول لك كان يجب عليهم الهرب والجري يطرهم مين دول طب اشوف الجملة اللي قبلها كده حاولوا انه هم ينقذوا حقولهم اللي هم مين طبعا في الحين هتبقى هي الاجابة الصحيحة لتر دي هي الاجابة الصحيحة طب رقم خمسة كان الفلاحين على حزن كانوا في حزن عشان فقدوا ايه طبعا الاجابة بيه الاجابة الصحيحة فقدوا ما حصلهم وبيوتهم رقم ستة الفلاحين لم يصدقوا معناها لم يصدقوا طب لم يصدقوا لأنه كان ايه كان لسا صغير في السن طبعا القطعة موضحة الكلام دوت طبعا هي تبقى ايه لتلاهية اخر واحدة اه بمعناها صغير في السن يعني الدليل بتاعها من القطعة فين نرجع للك قطعة كده بالراحة اه بالنصة هي في اول السطر الرابع هي هو كان يدوبك ولد ايه صغير طيب نيجي بقى لسؤال ونخلي بقى عشر نقاط عشر نقاط طبعا انا جامع النقاط بتاعت السبعة منهم خاصين بالكلمات وثلاثة خاصين بالجرامر او يبقى لازم حفظ الكلمات هنا في السؤال ده اشبه عشان خواطر السؤال ده لازم نحفظ كلمات كتير طب دي جملة خاصة بالجرامر عمرنا ما بلروح المدرسة ايام الجمعة يبقى هي never طب اتنين زوج زوجة عمي او زوجة خالي ايام الجمعة ايام الجمعة هتبقى عمتي او خالتي تقرب لعمتها او خالتي زي عمتها او خالتي ما تنفعش ضوجة ابنها ما تنفعش كازين يعني ابن عم او ابن خال ما تنفعش صن يعني ابن اوكي نيجي لصفحة تمانية وخمسين باند باند يعني فرقة موسيقية طب الفرقة موسيقية دي اه الناس بتعمل فيها ايه بلي ايه بيعزفوا ايه ولا درامز ولا فوتبول ولا ساينز طبعا تبقى درامز هو الطابلة يعني رقم اربعة الطلبة دايما بيلعبوا اثناء ايه ولا هول ولا بريك ولا بريك الاخير طبعا هي بريك الاخيرة لأثناء الفسحة طيب اه خلي بالك ديورنج يعني اثناء 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 يبقى اثناء الفسحة انما لو كان قال لين يعني في يبقى الملعب رقم خمسة عشان كده لازم نقرأ الجملة يا جماعة كويس خمسة ازا نقعة اللي بيرن وإيه اللي بيدرب في اول ونهاية الحصص الحصص والدروس الجرس بي اي 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 وعطت لغبط بول يعني كرة بل يعني جرس رقم ستة can you tell me more ممكن تخبرني المزيد about this نقط this feathers ولا ولا feathers features ولا feathers ولا weather ولا leather ممكن تخبرني المزيد عن حالة الجو انا نطاقس يبقى wizard حالة الجو طيب حالة الجو او الطاقس رقم سبعة my teacher has got a thick نقط تفكر معناها كثيف يعني تقيل كده a thick mouse mouse يعني for mouse touch اللي هو match march يعني السير او الماش او الزهاب طبعا تبقى mouse touch mouse touch اللي هو الشنب شنب وتقيل يعني هي رقم تمانية what are you at this moment طبعا r فعل مساعد verb to be عايز فعل ing يبقى doing ده سؤال في المضارع المستمر طيب رقم تسعة last week الاسبوع الماضي بقى جملة على فكرة في الماضي على طول تاخد فعل في الماضي give ولا give طبعا هي give التصريف الثاني او عتنسى هاني الماضي هو التصريف الثاني طب رقم عشرة بقى الفاكهة والفواكه are نقط food بيكونوا طعام ايه صحي يبقى healthy letter a healthy عكسها unhealthy طب رقم خمسة السؤال الخامس الشباب اخر سؤال وانت مغمض عندك some خليها n على طول يبقى n y وكمان الدليل انها منفية i haven't got any money ما عنديش اي فلوس يبقى some تبقى any and t y y y t t t y y t y y t t م تبقى this car is m i n e سيارة دي m k رقم 4 don't come z لا شغل s يبقى don't come لانت عايز مصدره راح على طول don't come late again لا تأتي late متأخرا مرة تانية اخر سؤال للباراجرافي يا شباب طبعا your favorite hobby هويتك المفضلة ارجع لي قائمة التشغيل خاصة بالشغل بتاعنا في الباراجراس وهتلاقي محلول بكذا نكون خلصنا الامتحان بتاعنا على خير الى ان نلتقي في امتحان اخر ليكون مني خالص الدعاء بنجاح وتوفيق والسداد وتنسوا اللايك وتنسوا الشير لما كنتمش اشتركتوا في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان نجيجيلكم من كل اصداراتنا في وقتها وفي حينها والوقت اللي احنا فيه ده يا شباب مهم جدا ورجعت بتاعنات وحل محافظات ومدارس وشد حيلك والسلام ده يا شباب مع السلام